موسيقى يسوع في كفر نحوم في هذه المرحلة رح أتكلم عن بعض معجزات المسيح اللي أجراها في كفر نحوم مع أنه أجرى معجزات كثيرة لأنه يقول الكتاب فشفاهم جميعا رح أبتدي بالحديث عن شفاء غلام قائد المئة وهذه معجزة عظيمة جدا إنها معجزة إيمان والرب يسوع بارك ومدح هذا الإيمان إيمان عظيم لقائد المئة قائد روماني غير يهودي وقائد المئة يعني مسؤول عن ميت جندي مسؤول عن كتيبة تانية وأكيد كانت متمركز قريب من هذا البلد من كفر نحوم لأنه مثل ما ذكرت مرارا أنه كفر نحوم بمر بجانبها الطريق الرئيسي القديم فيا مارس طريق البحر اللي بيربط مصر قديما مع دمشق أو سوريا طبعا بيوصل للعراق هذا القائد كان محبوب في هذه البلدة وأرسل وراء يسوع المسيح أرسل شيوخا وقالوا هذه العبارات عن قائد المئة لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع هذا المجمع اللي أنا واقف عليه هذا من القرن الرابع مبني على المجمع الأساسي من الحجارة البازلتية فإذا موجود أنا في نفس المكان اللي أنفق أو أعطى تصريح لبناء المجمع وهو قائد المئة وفعلا ثمرة جميلة جدا من الأمم أن نشوف شخص يؤمن بالرب يسوع المسيح وطبعا جاء قائد المئة من خلال الشيوخ ولربما بنفسه أيضا وقال ليسوع المسيح يا سيد لا تتعب نفسك لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي ما هذا الإيمان العظيم في شخص الرب يسوع المسيح لاحظ نقطين مهمتين أولا عرف حقيقة نفسه وثانيا عرف حقيقة يسوع المسيح عرف حقيقة نفسه أنه شخص محتاج وأنه غير مستحق وهو متواضع وعرف أيضا حقيقة نفسه أنه هو نفسه خاضع للسلطة الرومانية أقول لهذا اذهب فيذهب لهذا ائتي فيأتي له سلطان وطبعا بنفذ سلطان الرومان في أيام المسيح فقد عرف حقيقة نفسه ولكن في نفس الوقت عرف حقيقة يسوع المسيح أدرك أنه المسيح العالم بكل شيء والمسيح القادر على كل شيء وأدرك سلطان وقدرة المسيح أنه بمجرد كلمة يعني ما فيش داعي تتعب نفسك تيجي للبيت وتغلب حالك بس أنت مجرد تحكي الكلمة مجرد أنك تنطق الكلمة أنا بآمن فيها ما هذا الإيمان العظيم؟ قل كلمة طبعا يعني بالنسبة لهذا القائد كان مؤمن بسيادة وسلطان الرب يسوع المسيح وطبعا يعني فهم من ناحية عسكرية لأنه نتكلم بلغة عسكرية مع الرب يسوع كشخص خاضع فهو أيضا خضع لسلطان وسيادة يسوع المسيح ولربما من ناحية أخرى يمكن بحسب التقليد اليهودي أنه محرم على يهودي ولسيما رباي أنه يدخل بيت أممي لألا يتنجس ولكن أعتقد أحبائي هو تكلم بإيمان في سلطان وسيادة الرب يسوع المسيح في هذه الحادثة نرى سلطان المسيح على المسافات في كفر نحوم لمس الناس وضع إيديه انتهر يعني صنع معجزات بطرق مختلفة والرب شفى الجميع ولكن هذه المعجزة أنه نطق كلمة هي تشبه معجزة ابن شفاء ابن الرجل الشريف أنه المسيح كان في قانا الجليل ونطق كلمة وشفى ابنه في كفر نحوم أو عندما ذهب إلى منطقة صور وصيداء ونطق كلمة وشفيت ابنة المرأة الكنعانية فالمسيح له السيادة والسلطان الكامل المطلق على كل شيء ولكن هذا القائد تميز بعدة أمور اتميز بروح العطاء رغم أنه قائد روماني وأن اليهود أعداء ولكن أعطى وصرح لبناء هذا المجمع واضح أنه عنده شهام اهتمام بهذا الغلام كان بيتميز بالمحبة الغير محدودة وهذا اندل على شيء بدل على رقة قلبه وحنانه وشفقته على هذا الغلام ولكن أهم ما في الموضوع أحبائي أنه بيتميز بالتواضع لست مستحقا أن تدخل تحت صقف لست مستحقا يعني بتشبه كلمات الابن الضال لست مستحقا أن أدعى لك ابنا أو تشبه كلمات يحن المعمدان لست مستحقا أن أحل سيور حذائه ولربما تشبه الكلمة اللي نطق بها بولوس لست مستحقا يعني الشعور بعدم الاستحقا وهذا اندل على شيء بدل على التواضع الجميل ولكن الشيء الآخر هو الإيمان فالمسيح دائما يتعامل مع الإيمان لاحظ أحبائي أنه تعجب المسيح من إيمان قائد المئة ونظر حوالي إلى الجموع وقال لم أجد إيمان في إسرائيل بمقدار هذا الإيمان ومدح أيضا إيمان المرأة الكنعانية والتنين كانوا شخصيات غير يهودية فهو تعجب من إيمانهم وفي نفس الوقت تعجب من عدم إيمان مثلا أهل الناصرة وهذا الشيء مهم جدا أحبائي مكتوب بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه وفعلا قال يسوع المسيح لهذا القائد اذهب وكما أمنت ليكن لك فبرأ غلامه في تلك الساعة يعني شفاء فوري وكان ملحوظ أمام الجميع إن هذا القائد قائد المئة كان شخص طقي بخاف الله بحب أمة إسرائيل بنى مجمع وواضح إنه عنده روح العطاء والمحبة والتواضع والإيمان بذكرني بقائد مئة آخر قائد المئة كرنيليوس اللي كان عنده كتيبة في قصاريا قصاريا مراتيما اللي على البحر الأبيض المتوسط اللي أجا عنده بطرس والنتيجة آمن هو وأهل بيته قال يسوع اختتم شيء مخيف نوعا ما ولازم ننتبه ونتحذر منه قال إن كثيرين سيأتون من المشارق ومن المغارب يتكئون في حضن إبراهيم أما بنوا الملكوت فلهم الظلمة الخارجية تخايل يعني اللي بيفكر حال إنه من شعب الله لكن هو بعيد كل البعد عن هذا الإيمان ولكن رسالة المسيح ما زالت كما قال من يقبل إلي فلا أخرجه خارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر